لو نسيت باسورد الفون بتاعك هل ممكن تفتح الفون بتاعك مرة تانية؟ طب ازاي؟ هو ده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة اهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقة جديدة من حلقاتنا لو انت معاك فون من سامسونج او ريدمي او شاومي او هواوي مش هنختلف اي فون شغال بنظام اندرويد ونسيت الباسورد بتاعه اول فكرة تيجي في اطماغيك انك تعمل ضبط مصنع للجهاز ولكن طبعا بتجاب لك حماية جوجل مش هتعرف تتخطيها خصوصا لو انت مش عارف الاميل ايه لي في الفون ده طب هل ممكن تتخطي الباسورد وتفتح الجهاز بتاعك بشكل عادي؟ احب اقول لك لو دي مشكلتك وانت جلجان فمتجلكش لانه ده اللي هنشرحه في حلقة النهاردة وطبعا ده كان لطلبكو لان في اخر حلقة شرحنا نفس الطريقة وللأيفون اه لو انت معاك ايفون ونسيت الباسورد بتاعه هتقدر تفتح الايفون بتاعك مرة تانية ولكن طبعا كل الداة بتاعتك هتتمسح ولكن الايفون بتاعك هيفتح معاك عادي جدا هو ده اللي هنعمله بالزبط في اي جهاز اندرويد حرفيا جيب لك جهاز عملي جهاز حالته تعبانة شوية عليه باسورد ونسيت الباسورد وهنشوف مع بعضين هتجروا كاملة حرفيا لحد ما افتح الجهاز مرة تانية زي ما انت شايف الجهاز عليه باسورد بالشكل ده ومهما حاول تدخر الباسورد بالزابط معايا لان انا اصلا نسيت الباسورد زي ما انتو شايفين فهل ممكن هفتح الجهاز ده فعلا هل هقدر اصلا تعال نشوف مع بعضين ازاي هنتخطى جفل الشاشة على الفكرة لو كان نقشة او بصمة الجهاز فيه بصمة زي ما انت شايف كله ده هنقدر نتخطاه مع بعضين حتى حماية جوجل نفسها هنقدر نفتح الجهاز عادي جدا بعد ما اندخلنا على الكمبيوتر بتاعنا خلينا ندخل على الموقع بتاعنا وندخل في الشرح على طول الموقع بتاعنا بسيط جدا جدا وهو تينار شير فور يو كي فور اندرويد ببساطة البرنامج بتاعنا بيقدر يعمل الغاء لكلمة المرور لجهزة الاندرويد طبعا بدون فرمات وتجاوز حماية اعادة ضبط المصنع من الاخل حماية الاف ار بي لما بتعمل اعادة ضبط المصنع وبيطلب منك تحط ايميل جوجل او حماية جوجل بتقدر تتخطى كمان في مجموعة من الميزاية العبقرية حرفيا زي انه متاح مسلا على كل جهاز الاندرويد سامسونج وشاومي ورادمي كمان بتقدر تزير قفل الشاشة لسانسونج بنقرة واحدة حرفية كمان متوافق مع اكتر من ستلاف جهاز اندرويد فمهما كان نوع الجهاز بتاعك سوى جوجلت اسمه او لا سك تماما انه هيزبط معاك البرنامج بيقدر يتخطى ايه بجاء رقم التعريف الشخص بيقدر تخطى كمان جفل النمط كمان البصمة هي بصمات الاصبع وكمان زي الفيس اي دي في الايفون كده التعرف على الواجه هضغط على تجربة مجانية بالشكل ده بدأت عملية دي ايكونة البرنامج بتاعنا تعالى نعمل له تثبيت مع بعضينا طبعا وجهة البرنامج بسيطة جدا جدا كمان لو دوسنا على بالشكل بالشكل ده بنلاقي لغة البرنامج وبعيد عن انه متاح كمية لغات كتير جدا يهمين اللغة العربية البرنامج متاح معنا باللغة العربية حرفين وهنا مسار التثبيت ممكن تغيره وندخل بجاء على التثبيت عشان نتفاجأ ان كمان البرنامج خفيف في عملية التثبيت ما بياخدش وقت زي ما انت متخيل يعني على الجهاز بتاعي الموضوع ما خدش حرفين من ديجيكتين لتلت دجايك وانتهت عملية التثبيت وبعد ما البرنامج بتاعنا انتهى بضغط على بداية او ستارت بيفتح معايا البرنامج بتكون الواجهة بسيطة جدا جدا هنا ازالة قفل الشاشة هنا ازالة قفل جوجل الاف ار بي ولو مش عارفين ايه ده ممكن نعمل ليه فيديو منفصل هنا بجاء انا عن نفسي واجف جدام جفل الشاشة هنا بيقول لي كم بلغاء قفل الشاشة هاتف اندرويد مما في ذلك رقم التعريف الشخصي اللي هو الPIN انا هدخل على ازالة قفل الشاشة ولكن خلينا مبدئيا نوصل الفون بتاعنا بوصلة اليو اس بي في الكمبيوتر بعد ما الفون بتاعنا اتصل بالشكل ده هجلو ازالة قفل الشاشة بيتعرف على الجهاز بتاعي وبضغط على ازالة فورا ولكن بيقول لي انتبه ستؤدي ازالة كلمة المرور ستؤدي ازالة كلمة المرور الى مسح جميع البيانات الموجودة على جهازك هجلو ازالة فورا طبعا هنا بيقول لك كل الداتا هتتمسح لازم تكون عارف معلومة زي دي هضغط على ازالة فورا طبعا بيأكد علي مرة كمان ان عملية الازالة همسح كل الداتا حرفيا هجلو نعم مش بعمل اي حاجة غير ان انا بانتظر طبعا الفون مفيش اي تغيرات دلوقت باجا ظهرت لي الشاشة اللي جدامكم بيقول لي اضغط معل استمرار على زر الطاقة لايقاف تشغيل الجهاز طبعا باختصار شديد يعني هو ماشي معايا في مجموعة من الخطوات اول خطوة بافصل الجهاز تاني خطوة بضغط على الزر اللي بيعلو الصوت مع الباور اول ما بلاجي رمز م اي اللي هو خاص بشامل بشيل ايدي من على كل الازرار ويبعدين بضغط على زرار الباور زي ما انتم شايفين كده علشان اختار الاختيار ده بعدين بضغط بيقول لي ولا انت هتعمل هاجل له بضغط كده بالشكل ده بافضل منتظر ما بعملش اي حاجة باجي باجي على شاشة الكمبيوتر بضغط على التالي عشان اعرف الخطوة التالية بعمل الجهاز بتاعي تمام اللي هو الاختيار الاول بسيب ويفتح بالشكل ده بوصله كمان بالكمبيوتر علشان لو جابلني القفل التنشيط ده دور البرنامج بتاعي في من يحلل هي المشكلة دي طبعا خطوات التشغيل ده خطوات بسيطة جدا وهنشوفها مع بعضينا بعيد عن البرنامج خالص بتختار اللغة وانا مبدئيا متفق مع اللغة الانجلش عادي يعني بعدين بقول له تمام ايه جابت بعدين التالي بقول له اي هاف بعدين التالي هنا بقول له هنا بيقول لي ايه انك بعد ما بتدخل في وضع اللي هو اللي هي الخطوات اللي احنا مش هنها مع بعضينا بيقول لي ان كده انت بتكون نجحت في عملية الازالة تمام تان خطوة ازنا عملية تنشيط الجهاز اذا كنت بحاجة للتحقق من حساب جوجل اللي هي الشاشة اللي احنا قريده واكفين عليها بيقول لي اضغط هنا ازالة قفل حساب جوجل تمام باضغط هنا جابني في الشاشة دي اوتوماتيك تمام بيديني تلات طرق ازالة FRP الطريقة الا بالعرب يعني الف تمام او ازالة عادية او الطريقة P او B اللي هي طريقة جديدة من نسبالي مش هتفرك هضغط com ازال com بازالتها وعلى الفور بس كده هنا البرنامج بيقول لك هنوصل الفون بتاعنا تمام وبنضغط على زر التشغيل مع زر خفض الصوت علشان ندخل في الفاست بوت تمام فانا بافصل الجهاز بتاعي ايكاف تشغيل بعدين بضغط على البرنامج والزرار اللي بيوطي الصوت لحد ما بضغط في وضع الفاست بوت تمام انتظر جدامي الفاست بوت برفع ايدي كده وبضغط على التالي في شاشة الكمبيوتر وهنا بكون في شاشة الفاست بوت بسيب الكمبيوتر بجا بيعمل عملية كده علشان بيفك لي حماية جوجل زي ما انتم شايفين بافضل منتظر وحرفين بعد مجموعة من التحميل بيقول لي تمت ازالة جوجل لوك انا ما بعملش اي حاجة غير انه قدامي شاشة جوجل زي ما انتم شايفين بضغط على بعدين بضغط على بمرة تانية الجهاز بيكمل معي الخطوات عادة جدا بيقول لي سيت بي اي ان طبعا هقول له اسكاب تمام اسكاب بعدين اوكي زي ما انت شايف بعد فيو منت الجهاز بيفتح معايا وبكده نقدر نكون تخطينا كفل الشاشة زي ما انتم شايفين باستخدام البرنامج العبكرة حرفيا يعني حتى خطوات ضبط المصنع البرنامج هو اللي دخلنا فيها وبكده الجهاز فتح معنا وكأنه رجع جديد حرفيا بدون اي مشاكل وبس كده وبعد ما شوفنا الطريجة والطريجة كمان نجحت معنا فاكيد برنامج بالكوة دي والادا ده مش هيكون مجاني بالكامل ولكن بيجدم لينا خطط عبقرية حرفية خاصة لو انت عندك ستور او محلة بتحلي في مشاكل الموبايلاد بالشكل ده في خطط مادة الحياة هتساعدت جدا هتفتح ليك اي جهاز يجوف جدامك وبقى سعار مميزة جدا 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 حرفية تعال نشوف ولو دخلنا نشوف خطط البرنامج وضغطنا على اشتري الان بنشوف البرنامج مجدم لينا خطط رائع حرفيا ده بعيد عن الكوبون ده لو ضغطنا على نسخ هيديه خاصم لحد عشرين في المية فتعال نشوف الخاصم ونشوف الاسعار قبل الخاصم ممكن تاخد زي ما قلتلك البرنامج لمدة شهر كامل بتسعة وعشرين دولار وممكن تاخده كمان لمدة سنة بتسعة وتلاتين دولار وزي ما قلتلك انت ممكن تاخد ترخيص مادة الحياة تسعة واربعين دولار بس وده هيكون مميز جدا 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 خصوصا لو انت عندك استور او محل بتحلي فيه المشاكل دي هنضغط على اشتري الان وطبعا متاح طرق كتير تشتري ومجرد ما بتضغط كده كمان بتقوله ان يو هاف كوبون وبتحط الكوبون كده ابدات بتخصم 11 يورو ما يعادل 582 جنيه تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة فعل زر الجرس يوصل لكل جديد من الفيديوهات اللي انا بقدمها اشتركوا في القناة